يمكن معظم الحلقات اللي قدمناها في قصة حقيقية كانت بتتكلم عن المرأة وعن الظلم والقهر اللي بتتعرض لي المرأة وعشان كده حلقة النهاردة مختلفة وصعبة مختلفة لإنها عن الراجل وصعبة لإنها بتتكلم عن قهر الرجال يعني الراجل لما يحس إنه فقد هبته لما يحس إنه تهان والكسر سامح بطل قصة حقيقية النهاردة بعت لنا رسالة من الفلسطين أنا حسيت فيها بدموعه وسمعت منها قهره وهو بيعيط عشان تفهموا القصة أكتر تعالوا نشوفها وبعت لنا يقول لنا إيه اسمي سامح في بداية التلاتينات من عمري عندي طفلة عمرها سنتين ونص أنا بعيش مرحلة صعبة في حياتي شفت برنامجكم ولقيتكم بتقدموا حلول للناس حبيتها بعت لكم يمكن ألاقي لحكايتي حل وحكايتي بدأت لما تعرفت على أم بنتي وحصل بيننا قصة حب كنت بحبها قوي قوي ولإني مش بتسلى ولا بتحك على بنات الناس كنت حريس على إن كل حاجة تكون في النور وقدام الناس في الوقت اللي غيري بيفضل مصاحب من وراء الأهل بالسنتين والتلاتة وفي الآخر بينفاصلوا أنا قررت أخبط على باب بيتها رحت وتقدمت لأهلها وكنت واضح وصريح من الأول حكيت لهم عن ظروفي وشغلي وحياتي رحبوا بيا جداً واتفقنا وكان من ضمن الاتفاق إن مراتي ما تشتغلش وتهتم بتربية أطفالنا اللي هنجيبهم وفي المقابل لها علي أعيشها مالكة وما أصرش معاها في حاجة وحضر الأعداء دي الأهل من الطرفين والكل كان موافق وأولهم هي يعني متفقين على كل حاجة من البداية وعلى الأساس ده اتجوزنا بغض النظر أنا موافقة ولا لأ على الاتفاق ده ممكن أكون مختلفة معاك يا سامح في مسألة شغل مراتك بس في الأول والآخر دي حياتك وحياتها مش حياتي أنا ومدام اتفقتوا على حاجة وكان بالتراضي يبقى تمام ونمشي على الاتفاق يمكن تعليقي كان هيبقى مختلف لو أنت غصبتها أو فجأتها بالقرار فجأة وما كنتش متفقين عليه لكن مدام أنتم متفقين وهي وفقت وكله بالحب والتراضي عادها تاني يبقى الموضوع منتهي تعالوا نشوف اللي حصل بعد كده عشنا بعد الجواز حوالي سنتين وإحنا مبسوطين كنت دايما بسأل نفسي في الفترة دي ليه الناس بتقول الجواز وحش؟ ليه متجوزين بيخوفونا من الجواز؟ ويقولولي هتكره حياتك بعد ما تتجوز وهتشوف 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 أنا ما كنتش شايف غير كل خير وسعادة وزيادت الخير ربنا كرمنا بطفلة جميلة ملت علينا حياتنا كلها بكل حاجة حلوة وما كنتش أعرف أن كل ده مقدمة لله هيحصل بعد كده لما كل حاجة هتتغير والموشوش الطيبة هتبقى شريرة ولقي نفسي الوحدي ومش مصدق اللي بيحصل فيي اللي حصل إن مراتك بتقدم لوظيف من ورايا ومن غير ما تاخد رأيه وفضل التقدم لحد ما تقبلت في وظيفة في واحدة من المدارس وحطتني أصاد الأمر الواقع والأمر الواقع إنها لازم تشتغل وتحقق كيانها ويبقى لها مرتبها ومصروفها الخاص يا إما كل واحد فينا يروح لحاله في الأول رفضت حسيت إنها بتلوي دراعي قلت لها إحنا كان فيه بيننا اتفاق من البداية وإنتي خنتي لاتفاق رح تسابتني ومشيت على بيت أهلها مراتي بعيتني عشان وظيفة عشان هتاخد 700 دولار في الشهر وده اللي جمد قلبها وقوها إنها تمشي وتسيب البيت ده كل بساطة من غير ما تفرق معها العشرة والمعاملة وكل الحاجات اللي بيننا بعد فترة حسيت إنها وحشاني وإني بحبها ومش قادرة أستغنى عنها رحت لها وقلت لها أنا مش عايز حاجة من مرتبك خدي كله وخلينا نرجع نعيش مع بعض زي ما كنا أسرة واحدة ونربي بنتنا ونقفل علينا باب واحد هلوة دي شفتوا الرجل أما بيحب بيعمل إيه جاء على نفسه مع إنها خانت اتفاق ورح لها مع إنه كان ممكن ياخدها على كرامته ويقول ده اتفاق دي خانتني بقى وخانت الاتفاق وملتزمتش بيه بس هو عشان بيحبها رح لها هي تعمل معاقي دلوقتي تفتكروا كان رد فعلها إيه تعالوا نكمل لقيت قلبها جمد أكتر وأكتر وبدل ما تقدر إن أنا رايح لها بنفسي وترجع طلبة الطلاق مشيت قلت يمكن زعلانة سبتها تهدى شوية وبعدت لها ناس يتكلموا معاها هي وأهلها لكن مرديوش يستقبلوا حد أو يتكلموا مع حد فجئت بعدها إنها رفعت علي دعوة طلاق استقبلت الدعوة ومضيت على استلامها وأنا مش بصدق نفسي حسيت إن الدنيا بتلف بيه هو إيه اللي بيحصل معقول كل حاجة حلوة راحت راحت بالسهولة دي نفسيتي اتدمرت رحت لها تاني قلت هي أم بنتي وأنا بحبها وعايز أحافظ على بيتي ومش عيبة روح لها تاني وأنا بتكلم معاها دموهي نزلت قدامها كانت واقفة جمدة ومش في بالها حسيت نفسي واقف قدام واحدة تانية معرفاش ساعتها بس ما قدرت شمسك نفسي وطلقتها طلقتها بس حتى بعد ما حصل الطلاق لسه مش قادر أصدق اللي حصل كسرت قلبي ودمرتني نفسيا كسرتني وجوايا حاجات كتير جدا مكتومة مش قادر أحكيها لحد ما قلتش عايز أشوف حد قاعد مع نفسي ودايما نسأل نفسي هي ليسا بيتني ليه تظلمني وتظلم بنتنا إزاي ما حسيتش بيا بعد كل اللي عملتوا عشانها إزاي أبكي قدامها ولما أبكي تتعامل معايا بالأسود أنا حزين قوي وحزني هيموتني وخصوصا إني طلبت أشوف بنتي كذا مر كيف تمنعني ومش عارف أعمل إيه وتجاوز اللي أنا فيه ده إزاي قلتلكم قصة صعبة وبتوجع لحد هنا وخلصت رسالة سامح لكن وجعه وكسرت قلبه وقهرته لسه ما خلصوش والظاهر إن هو هيحتاج وقت طويل جدا عشان يتعافى من صدمة كبيرة زي دي عايت قدامها وشافت دموعه ما تهزتش إيه نوع الست دي صعب قوي ها سامح بيسألنا يعمل إيه يخف من الحب ده إزاي إزاي يحافظ علاقته اللي عارف يشوفها وإزاي يعيش حياته بشكل طبيعي بعد ما حسسته طلقته بالقهر إزاي يتخلص من ذكرياته في العلاقة دي إزاي ينساها إزاي يقدر يحب واحدة تانية ويصق فيها بعد كل اللي حصل ده سامح غلط ولا ما غلطش لما قريت الرسالة حسيتني عايز أسأل نفسي السؤال ده بس هي وفقت على اتفاق صح؟ طب هل كان من حقه أنه يطلب اتفاق زي ده؟ طب الست مش من حقها أنه كمان تثبت نفسها ويكون ليها الكارير بتاعها؟ قالتها حاول وما قدرتش بس هي عايط ما يهونش عليها أنه حتى تطبطب عليه أو تقوله طب نرجع؟ أسئلة كتير قوي هنجاوب عليها بعد الفاصل استنوني ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى موسيقى